روى الدارمي أن رجلاً جاء إلى شريح القاضي فسأله ما دية الأصابع دية الأصابع يعني رجل قطع أصابع رجل بالخطأ فعليه أن يعطي تعويض فقال له شريح عشر 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 من النوق عن كل إصبع فقال الرجل يا سبحان الله أسواء هذا يعني الإبهام والبنصر الإبهام يستخدم أكثر من البنصر وفائدته أكبر فقال له الرجل يا سبحان الله أو تستوي أذنك ويدك يقول الأذن يغطي الشعر وتغطيها العمامة وديتها على النصف يعني نصف دية الإنسان واليد ديتها النصف ثم قال له ويحك السنة سبقت قياسكم عليك بالأثر يقول له عليك بالأثر فإنك لا تضل ما أخذت بالأثر والله لن نضل ما أخذنا بالأثر يقول الشعبي وهو من رواة هذا الأثر والأمانة الأثر ضعيف لكن يأخذ أو يستشهد به ويستأنس به في مثل هذا يعني ليس هو خبر عن رسول صلى الله عليه وسلم فيقول الشعبي رحمه الله تعالى لأبي بكر الهذلي الذي كان يسمع ذلك الأثر منه قال له يا أبا بكر لو أن رجلا قتل أحنفكم الأحنف بن قيس من كبار قبيلة هذيل رجل يعني له مكان عالي جدا في قبيلتهم ورجل قتل ذلك الصبي الذي في مهده أتستوي ديتهما فقال أتستوي ديتهما فقال له فأين القياس هذا يقصد به الرأي إذا جاءنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرددناه برأي لأننا نرى أن هذا الرأي هو منطقي أكثر من الذي جاء في السنة فقد خالفنا شريعة الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي فنسأل الله أن نكون من المتمسكين السلام عليكم